التقى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي جاء ذلك في إطار زيارته الرسمية على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى فرنسا تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي وأوضح عبدالرازق أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل رافدا هاما من روافد العلاقات الثنائية مشيرا إلى الدور الهام المنوط بالمجالس نيابية في توطيد أواصر العلاقات وتطويرها بما يلبي تطلعات وطموحات الجانبين من جانبه ثمن لارشي الدور الهام لمجلس الشيوخ مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط بين القيادتين السياسيتين للبلدين معتبرا أنها تمثل حجر الزاوية في دفع العلاقات بين البلدين إلى أفاق أرحب